تعالوا نروح لملعب المباراة ونشوف زميلنا كريم أحمد وآخر الأجواء قبل بداية المباراة النهاردة تفضل يا كريم مرحب بيك طبعا كابتن آيمن شوق كل التحليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي العظيم نهاردة يمكن نقول تحدي جديد لفريق النادي الأهلي وبداية يا رب إن شاء الله تكون موفقين فيها بطولة كأس مصر وكأس مصر الجديد وكأس مصر القديم أمور يمكن اعتدنا عليها لكن شاء الله بإذن الله لعبتنا يكون مركزة غيابات عديدة كابتن آيمن لكن خبراتك كبيرة انت عارف نهاردة فرصة للجميع النهاردة لكل النهاردة هياخد فرصة لإثبات النفس وفي نفس الوقت يكون الأمور لفريق النادي الأهلي هو المكسب لأن الدوافع كبيرة جدا عند الفريق المنافس طبعا فريق المصري بالسلوم عندهم رغبة كبيرة وعندهم أيضا كمان يعني هدف إن هم يكونوا متواجدين يلعبوا النادي الأهلي النادي الأهلي أي مباراة هي مباراة بطولة وده العمر المعروف النهاردة محتاجين من كل لعبة النادي الأهلي مجهود أكبر محتاجين إنكار ذات كبير محتاجين تركيز من أول ديها يمكن النادي الأهلي يشتغل على نفسه بشكل كبير مع الكابتن سامي أمصان خلال الأيام الماضية ببعض التدريبات تحضيرات تكانت محاضرات فيديو للمصري بالسلوم وأيضا كمان الودية الأخيرة لاستفاد أكيد بها النادي الأهلي بعيدا عن نتيجة لكن كلها استفادات فنية أيضا كمان التركيز على الأمور البدنية مدى جهازية اللاعبين التركيز للتعليمات كل الأمور الفنية اللي بتطبق في التدريبات كان لها مردود جاية جدا بالنسبة لببارات طبعا ببارات الدفاع الجوي لكن يا رب إن شاء الله النهاردة الاختيار يكون موفق للجهاز الفني للحضاشر اللي يكونوا متواجدين ممكن أنت ذكرتها كابتن أيمن عودة بدر منون خمس شهور الحقيقة لم يشارك بدر منون ممكن ما تذكرش اسمه في أي قائمة رئيسية أو رسمية اللي فريقة للنادي الأهلي لكن يا رب إن شاء الله النهاردة يكون موفق حتى لو خد جزء بسيط وده الأمر المعتاد بعد العودة الكبيرة نهاردة ممكن ياخد جزء في المباراة لكن الجهازية مطلوبة لأن عندنا لسه كمان مباراة استران كامباني النهاردة ممكن هي المباراة في كأس مصر لكن السكواد المتواجد والمجموعة المتواجدة هتلعب المبارايتين تعرف كابتن أيمن بدون الدوليين فإن شاء الله الحداشر يكونوا متواجدين كالعادة يكونوا على قدر المستطاع تركيز رغبة دوافع كبيرة جدا شخصية النادي الأهلي كل الأمور يا رب إن شاء الله النهاردة تكون مع فريق النادي الأهلي غياباتنا مستمرة طبعا وليد سليمان طمينك عليه هي كادمة فيها الرجبة لكن إن شاء الله في خلال الأيام القادمة يكون متواجد مع التدريبات الجماعية علي لطفي اللي ممكن شعر بكادمة فيها اليد وكانت متواجدة مع الحياة كابتن أيمن في مباراة الدفاع الجوي لكن اللي متواجد إن شاء الله بإذن الله يكون موفقة فيها هذه المباراة يا رب إن شاء الله يكون النصر من نصيب النادي الأهلي في مباراة كلمني عن التواجد الجماهيري النهاردة يا كريم إيه الأخبار عندك يعني حتى الآن يا كابتن أيمن لا يوجد جماهير ويمكن الأمر ده يعني صعب جدا في مباراة كرة القدم وده يعني بيأثر على العيبة بشكل كبير جدا حتى لو العدد بيكون قليل لكن مردودهم بيكون كبير جدا فيمكن حتى هذه اللحظة أنا مشايف أي حد الحقيقة في مدرجات الدرجة تلتة شمال اللي بتواجد فيها جمهور النادي الأهلي ممكن نشوف طبعا في خلال الساعات القادمة بعض طبعا المتوفدين على المأسورة الرئيسية لكن يا رب إن شاء الله جمهورنا يكون متواجد لأن نادي الأهلي محتاج الجمهور الحقيقة خلال الأهم القادمة طول كأس مصر طولة الدور العام ضغط كبير جدا شهر مليء بالمباراة ومليء بالبطولات لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي لن يؤثر إلى عدد الحضور الجمهور ويكون الرغبة موجودة النهاردة إن شاء الله ونقدر أننا نتخطى دور الـ 32 ومنها لدور الـ 16 في بطولة كاسمة بإذن الله رب العالمين شكرا جزيلا للزميل العزيز الكريم أحنا شكرا جزيلا للزميل العزيز الكريم أحنا